الجول بتاع الفيوتشر هتلي الجول بتاع الفيوتشر لان الجول ليه علاقة بالورقة بعد كده اللي هو مودرن سبورت بتاع مودرن سبورت بحاول اتعم معنا شوية انا مش هتعم لوحد عبل ما يحضروا الجول همني في الجول بداية الكورة كان سببها ايه بداية الكورة كان سببها مين اللي طلع من مكانه وغلط فالمكان ده بقى فاضي فاللعيبة كلها بقى بتحلق عشان تغطي على المساحة اللي كاريتت غلط فالجول ده الجول بتاع مودرن سبورت هو اللي خلى بعد كده مع نزول تاو وريضا خلي بالك مين اللعبة اللي كان بتلعب في الملعب كاجنحة رضا حسين الشحات وطاهر الاثنين لعبها بتجيد الادوار الدفاعية وبترتد فتخيل ان الاثنين اللي بيقدروا الادوار الدفاعية بشكل جيد خرجوا خرجوا بص هنا بص هنا بص بص ووقف ووقف هنا بص هنا ده مين بغض النظر الكورة بخلف ولا لا مش قضيتي يعني خالد خالد عبد الفتاح خالد واصل في معدي ونص الملعب فالضرب في مكانه فاضي كمل بقى كمل كمل على طول كمل بص هنا خالد الارتداب بتاع خالد هيرجع يا حلق لان هو طلع من مكانه غلط كمل كمل ومشي اللاب على العدلته كمل بص الراجل راجع بيحلق راجع بيحلق كل ده كلهم راجعين بيحلقوا ليه؟ لان الخلخلة اللي حصلت بسبب ان العيب واحد طلع من مكانه طيب خلاص جبنا الجن؟